نحن لا نعمل على الهايبر ماركت نعم صح؟ هي خطوة ليس صح؟ سمعني شوف ما رح أربط لك لا يوجدها الهايبر ماركت أنا أصلاً سألغي الوكيل وعندنا الهايبر ماركتات ستصبح موجودة بكل محافظات العراق وحول البطاقة التنوينية سويها كارت ونذهب واخذ من الهايبر ماركت على قد خمسين دولار صراً عمار أنت تتحدث هي بها وجهة نظر لو ما بها محترمة جداً بس أنت تتحدث باسترخاء على كون الموضوع البطاقة التنويني ليس مدير ألماني شي 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 جمالي أعفو كمالي بإمكان لا صراً عمار أكبر قضية كبيرة جداً اليوم هسا خنوقف الرز هذا الرز اللي تتحدث عنه أنت ذي يقول الناس ما تريده هسنا نقول هذا خوش تساول وقف للرز شي صير؟ شي صير؟ يا أخي كثير من العراقي 41 مليون مواطن العراقي يستلمون الرز هسا كن ملاحظة هنا ملاحظة هناك ماك مشكلة القصد أكو مواد تجهز العراق البلد الوحيد يطلق المواد الغدائية نتيجة الظرف معين عوائل تحت خط الفطر نحن الآن ماضين بدعم عوائل رعالي اجتماعية لسبع ملايين مواطن نطلق مدعش مادة ماضين بـ 41 مليون مواطن العراق وبالاتجاه الآخر مشتغلين الخط التجاري اللي هي الهايبر ماركة التعاونية الهايبر ماركة التعاونية طبعاً هو مشروع حكومة كبير وبياس عار مدعومة أشرف عليها دولة رئيس الوزراء بشكل مباشر عندما وجد أنه لابد من استقرار أسعار السوق المحلية ماذا نستقر؟ لازم الدولة تكون كتاجر وكمنافس 100%